طلاب الصفراء أبداً وسهلاً بكم في درس جديد من درس اللغة الإنجليزية درسنا لي هذا اليوم هو يونت ثري لسن ون في كتاب النشاط عندي هنا أخذنا بالكتاب الملون عندي اليوم المدرسة المفتوح بايلينا هنا نفس القطعة لكن عندي بها فراغات والكلمات المفقودة رح نلقاه فوق بالمستطيل الغامق عندي read and write the missing words read اقرأ and write اكتب the missing يعني مفقود words الكلمات المفقودة الكلمات هي egg and spoon egg يعني بيضة and waspun ملعقة يعني الخاشوقة والبيضة mom mama cakes الكعك sister أخت races سباقات people ناس وعندي dad يعني بابا أو والدي welcome to our open day in may we have our school open day lots of dash الكثير من منو اجا عندي people نعم اذا الاول فراغ رح نكتب بي كلمات people يعني الكثير من الناس come to our school اتوا الى مدرستنا او جاوا الى مدرستنا my dash منو اكيد mom mama and dad mama and baba are coming جاؤوا and my little منو صغيرة كانت نعم sister little sister اختي الصغيرة من اختها كانت شو سمها سلوة my class has صفي عدهم استول يعني كشك and we are ونحنو سالنج تنن بيش يبيعون كشك لنا كيكس نعم يبيعون كيكس عندنا يوسف سكلاس صفي يوسف عدهم هاز استول عدهم كشك and they are selling وهم يبيعون drinks يعني المشروبات for the children للاطفال and parents يعني الابا there are lots of dash and games games العاب اذا اكو races يعني سباقات races يعني سباقات والعاب هناك الكثير من السباقات والعاب for everyone it's very exciting it's very exciting i am in the dash race يعني اني فيويا سباق سباق اكيد عندنا الكلمة egg and spoon egg and spoon يعني لعبة البيضة والملعقة الخاشقة عندي عندي هنا التمرين اللي اسفر الصفحة عندي مجموعة من الكلمات كلمات منوعة عندي لينا 20 سلوة china 1000 عندي 16 راشا يوسف اراك كريم انجلان 12 وهنا عندي مجامع هنا عندي word كلمة groups يعني مجامع كلمة المجامع عندي numbers ارقام people ناس countries بلدان او دول عندي يعني معناته هاي الكلمات الفوق بها ثلاث انواع بعضها ارقام وبعضها ناس وبعضها بلدان او دول نجي على اول كلمة راح نخليها لينا بها مجموعة نعم people في مجموعة الناس اذا لينا راح نخليها مجموعة الناس عندي 20 رقام راح نخليه مجموعة ال numbers 20 راح نخليه مجموعة ال numbers عندي سلوة سلوة راح نخليه مجموعة ال people سلوة يعني ناس سلوة عندي بعدها china china وانا خليها أخليها بمجموعة يعني مجموعة البلدان عندي يعني ألف بعدها عندي أيضا هنا راح أكتبها أيضا مجموعة الأرقام أيضا ضمن مجموعة الأرقام عندي راشا يعني شنو روسيا دولة روسيا بعدها عندي يوسف يوسف راح أخلي في مجموعة البيبول لأنه ناس من ضمن الناس اسمه يوسف ولد عندي إراك ضمن مجموعة الكنتريز إراك ضمن مجموعة الكنتريز يعني ضمن مجموعة البلدان كريم ضمن مجموعة البيبول لأنه ناس شخص يعني كريم وعندي إنجلاند إنجلاند يا دولة قلنا إنجلاند إنجلترا أو بريطانيا أو الدولة قصدي المملكة المتحدة عندي إنجلاند وبعديا عندي آخر شي عندي 12 12 يعني رقم 12 إذن نخلي مجموعة الأرقام اللي هي اسمها نمبرس إذن أكملنا حل هذا التمرين يا ريت أو أتمنى أن تنقلون الجواب لكن نقلوه بشكل صحيح وشوي بتركيز عندي الصفحة الثانية هنا أخذنا بالكتاب الملون أشهر السنة هنا منطينيها لكن بها أشهر مفقودة إحنا رح نكملها نحن لازم نحفظ الشهر بالتسلسل لازم أيضا لازم نحفظ إملاءها جانيوري فبريوري بعد فبريوري يجيني شهر مارج وما أنسى أنه أشهر السنة أول حرف يكون كابتال لازم مثل أيام الأسبوع إذن جانيوري فبريوري مارج أبريل هنا عندي ماي عندي ماي جون هنا عندي جولاي جولاي أول حرف لازم كابتال أوغست سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر عندي آخر شهر هو ديسمبر ضروري جدا نحفظ إملاء أشهر السنة وتسلسلها لازم نعرفها بالتسلسل راح عيد قراءتها رجعنك واحد من مكاني ردد لأنه اللفظ مهم جدا جانيوري فبريوري مارج أبريل مي جون جولاي أوغست سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر عيدة مرلوخ جانيوري فبريوري مارج أبريل مي جون جولاي أوغست سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر لحنا انتهى حال هذا التمرين وانتهى درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا مستفادته وإلى اللقاء في درس جديد